اشتركوا في القناة ايضا مطور للهواتف من فئة المتوسطة والاقتصادية بجزارع وقد تم تسريب احدث هواتفها وهو سامسونج جاركسي اي 15 من خلال اول رسوم تصويرية رسمية تم تسريبها والكل يعرف في هذه الايام السابقة قمتوا ايضا بعمل تسريب للاي 25 والاي 55 ايضا الذي سوف يتم اطلاقهم في مرة واحدة مع الاي 35 تظهر الرسوم التصويرية عبر نيو زون لهاتفا مسطحا بجاشة انفينيتي يو وفتحة للكاميرا الامامية وثلاث فتحات فردية للكاميرا الخلفية واطارا مسطحا ونفس الاختلاف غير المعلوف حول ازرار الجانب الذي يظهر في سامسونج جاركسي اي 15 تقدم هذه الرسوم التصويرية رسمية الاولى ايضا لمحة عن خيار لون ازرق داكل لهاتف الجاركسي اي 15 بتكلفة منخفضة ومع ذلك سيكون هناك الوان اضافية جميلة لم يتم رؤيتها في الرسوم التصويرية وهي الاسود والاصفر سامسونج جاركسي اي 15 لن يعمل بالوان يو اي الاحدث على الرغم من ان الجاركسي اي 25 الذي يكلف قليلا سيأتي على الارجح مع الاندرويد 14 والوان يو اي 6 الا ان الجاركسي اي 15 لن يفعل ذلك سيعمل بنظام الاندرويد 13 والوان يو اي 5 او 5.1 يزعم ان الجاركسي اي 15 يأتي بشريحة الميدياتيك ديمون سيتي 6100 بلاس وسعة تخزين 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة مايكرو اس دي ويقال ان الجهاز يعتمد على بطارية بقوة 5000 ميلي امبير في الساعة مع شحن اصرع بقوة 25 واط زيادة عن 15 واط وفيما يتعلق بشاشة الانفينيتي يو فانها تأتي بقياس قطري خيسي التفاصيل 5 انش ودقة فول اتش دي بلاس ومعدل تحديث اقصى يبلغ 90 هيرتز واخيرا يتكون نظام الكاميرا الثلاثية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة بزوية واسعة جدا بدقة 5 ميجا بيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل في حين ان كاميرا السيلفي والمهمة تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل بجودة رائعة لم تؤكد سامسونج هذه المواصفات حتى الان ولا يوجد تاريخ معروف لإصدار ولكن يزعم ان الجاراكسي اي 15 سيتاح للبيع بسعر يتراوح حوالي 149 دولارا امريكيا ما رأيكم بشكل مبدئي في الهاتف قبل اطلاقه شاركونا عبر التاريقات ولا تنسوا دعم القناة دمتم سالمين مع السلامة